السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلى وسلم وباركة على سيد محمد وعلى ايله واصحاب الغور المايمين. ازاكم سنة ثالثة بتدائع عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض لسن سيكس. هناخد الدرس السادس في الواحدة السبع ان شاء الله. تمام? اه احنا منزل منهج مزبوط بالترتيب. فعندنا النهاردة يبقى كده فاضل درس واحد بس ونخلص الواحدة الاولى على خير ان شاء الله. يعني الفيديو الجاي هبقى اخر فيديو في الواحدة السبع. تمام? تعالوا بقى نبقى نقول بسم الله ونشوف العنوان. بيقل لي آآ لسن سيكس. تمام? من العنوان هيبقى ماث وماني in other countries. وبيقول ان النقود يعني في بعض الدول او في الدول الاخرى. والماني اللي هو الجمع والطرح. هناخده لها النقود. الفلوس يعني زي نطرحها ونقسمها ونجمعها وكده. فاول حاجة كده عندي كلمة عملة اسمها ايه? كارنسي 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 كارنسي. تمام? يبقى للسي الاولى هنطقها كي? والسي الاخير هنطقها سي. تمام? نبدأ بقى بالايه بالجنيه. المصري اسمه ايه? pound. pound. قرب لكم الكاميرا. اهو. pound. 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 p-o-u-n-d. طيب القرش. اساسها ما فيش قرش دلوقت اللي هو الخمسين قرش. اللي هو نص جنيه. والجنيه. نص جنيه دول في خمسين قرش. تمام? فاسمها ايه القرش? pi-asters. pi-asters. احنا ممكن نقولها pi-asters. بس هم انا الجانب لما بيجوا نطقوها بيقطعوا كلمة pi-i. pi. وبعدين yasters لوحدها. فتحس ان فيه فاصل ما بينهم. بس عادي ان انت لو نطقتها pi-asters. pi-asters عادي. طيب اليورو زي ما هو يورو. يورو. طيب اليان الياباني. يان. 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 السنت الفرنسي اسمه sent 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 الجياو الصيني كل دي اسمها عملات ياولاد زي الجنيه عندنا حصل هم عندهم sent yen euoro جياو تمام? فالجياو الصيني اسمه جياو 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 طيب اليوان الصيني اسمه يوان 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 السنت الامريكي زي السنت الفرنسي اسمه sent sent طيب الدولار ما احنا خدنا المرة اللي فاتت معنا كلمة الدولارات اسمها dollars يبقى دولار واحد اسمه dollar 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 تمام؟ يبقى نهطأ الكلمات التانية على السريع عندي كلمة pound 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 piasters 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 euro euro yen yen cent cent جيو yuan cent cent dollar dollar كل دي بقى اسمها ايه عملات فاسمها العملة الوحدة اسمها ايه currency currency تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف الصفحة التانية بيتكلم عن ايه بيقول ايه look read and trust هتمشي طبعا انت عن الكلمات الموجودة دي و جيب لي صورة العملات كلها ما هيشوف بيتكلم عنها بيقول ايه اول واحد كده السؤال بيقولك what's your money ايه هي عملتك يعني what's your money يعني ايه هي عملتك انت بتتعمل بالايه فهنا اول واحد ده بيقول ايه in my country في بلدي ايجيبت our country is our money is the pound one pound is one hundred piastres بيقول في بلدي في مصر الفلوس بتاعتنا هي الايه الجنيه او العمل بتاعتنا هي الايه الجنيه الجنيه الواحد فيه كم ارش فيه مية ارش تمام كده يبقى انا قره ثاني in my country ايجيبت our money is the pound one pound is one hundred piastres تمام كده طيب تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها بيقول ايه في بلدي فرنسا our money is the euro في بلدي عملتنا هي الايه اليورو one euro is one hundred cents بيقول ان اليورو الواحد فيه مية سنت تمام كده تعالوا نشوف الصين بيقول هنا ايه in my country في بلدي china our money is the yuan عملتي هي اليوان one yuan is ten جيو اليوان الواحد فيه عشرة جيو هي سم العملات بتاعتهم كده طيب اخر واحد بيقول ايه in my country America our money is the dollar one dollar is one hundred cents بيقول في بلدي امريكا عملتنا هي الدولار والدولار الواحد مية سنت تمام زي عندنا الجنيه متقرش طيب بعد كده بقى الصفحة اللي وراها طبعا انت الصفحة اللي فاتت دي مش تعمل فيها اي حاجة غير ان انت هتقرأ وتمشي عليها هنا بقى الانجوج القعدة بتاعتنا بتكلم عنها asking for price لو هسأل عن ثمن الحاجة دايما بيقول how much how much is it how much is it يعني كم سعرها و لما اجي اجاوب هقول له it's for واقول اي رقم ورا العملة يعني مثلا الصورة الطيارة اللي هو كاتبها لي ب22 يورو تمام فهقول له it's for 22 يورو ب22 يورو تمام كده طيب يبقى لما اجي اسأل عن الثمن تحفظها دايما اقول لك ده ثمنها كم تقول لي how much is it يعني كم السمن او كم سعرها how much is it و لما تجي تجاوب نقول it's for كذا وتحط اي رقم انت عايزه ومعها عملة العملات ياما جنيه ياما دولار ياما يورو ياما يين يوان روش بقى كده تمام طيب بعد كده بقى بيقول ايه asking about things you bought حاجات انت اشترتها فاشترتها وخلصنا يبقى ماضي بسيط هقول له ايه what did you buy what did you buy هقول له اشترت ايه يبقى what did you buy ولما اجي اجاوب اليو بتتحول i والبي بتتحول boot فهقول له i boot وتقول كذا بقى يعني هنا بيقول لها ايه what did you buy اشترت ايه فقالت له i bought a doll انا اشترتها عروسة لعبة it was for 50 pounds قالت له انا اشترتها عروسة لعبة وتمنها كام 50 جنيه يبقى انا عندي سؤالين هنا لازم تحفظهم كام السعر how much is it وبنجوب عليها ب it's for كذا وبعد كده اشترت ايه what did you buy وهنقول له i boot كذا تمام طيب الناحية التانية بيقول ايه add and subtract money هنجمع ونطرح ايه الفلوس بيقول لعملية addition addition اللي هي العملية الجامعة بيقول we use a sign plus to suppress addition بيقول احنا بنضيف علامة ازاي اذا عشان نعبر على عملية ايه الجامعة طيب هنا مثلا جايب لك three dollars plus two dollars equals five dollars نجايب هنا ثلاثة دولار زائد اتنين دولار هيدك كام خمسة دولار فقاروها ازاي بقى بالحسابية بمس هطير الرقم الاول اللي هو three تمام اهو احنا عارفين ثلاثة يعني three والزائد اسمها plus خدناها يبقى three plus واثنين two يبقى three plus two يعيما اقول equals يعيما اقول is يبقى الزائد اللي يساوي دي بنقولها is او equals عادة مفيش مشكلة فممكن اقول له three plus two is five بخمسة على طول طيب عملية subtraction اللي هو الطرح بيقول we use a sign minus to express subtraction بيقول لي بنستخدم عملية علامة الناقص عشان نعبر عن عملية a الطرح وهنا نجايب لي كان نجايب لي six minus two is four بيقول لي اني 6 نقص اتنين بيكان باربعة اهي العملية كتبها لك six minus two is four تمام يعني 4 نقص اتنين بكام باربعة ستة نقص اتنين باربعة تعالوا نشوف الصفحة التانية هنا وهنحل ونعمل جمل وطرح مع بعض جايب الصورة دي اولادة اهي وكتب لي ايه ارقام اه تحت كل لعبة السعر بتاعها يعني زي ما انتا شايفه وهنشوف بقى ايه الاسئلة هنا بيقول ايه طبعا ده عايزة الاحظ ده بيقول وانجمن هاز 351 بيقول لي وانجمن صاحبنا الصيني ده معه 350 يوان وهو اشترى تمام هيبوت ايه الروبط ده اللعبة دي او توي دي طيب بيقولك بقى هتطرح المبلغ اللي هو معه من ثمن الايه اللعبة يبقى هنقول 350 نقص 247 وهنشوفها تطلع بكام نقولها زي الانجليش هنقول 350 منس 247 ممكن تقول اند وممكن تقول الرقم على طول تمام؟ يبقى 350 نقص 247 يبقى كده 100 103 استنى واعملها على الانحاس بقولك 100 يبقى هتطلع كام 103 يبقى هكتبها ازاي 1 0 وهنا 3 وممكن هكتب جنبها يوان يبقى اللي تبقله كام 103 يوان تمام كده؟ طيب اللي بعدها بيقول ايه؟ ردينة بوت داك اند تولز بيقولي ردينة اشترت ايه؟ البطة دي ومعها الادوات فاحنا بقى هنحسب التمن دي وتمن دي هو هنا بيقولي ايه؟ 68 8 بيقولي بيقولي 68 زاد 91 هتبقى بكام؟ احنا بقى هنجمع تمانية واحد تسعة وعندك تسعة وستة هتبقى خمستاشر فهتبقى مية تسعة وخمسين تمام؟ اهو وان وفايف وعندك هنا العين ونكتب بردو L-E L-L-E دي علامة الجنيه المصري تمام؟ طيب اهو يبقى انا كده هجمع يبقى الصفحة دي كلها جمع معنا بعد كده بقى ياولادي هنا بيقولي ماري هازة 500 يوروز هي بوت أبوت أطوي بوت اي حالة بيقولي ماري معها 500 يورو وهي اشترت المركب اللعبة ده فطبعا هنطرح اللي هي معاها تمام ال 500 يورو ده من تمان الاي اللعبة خلاص يبقى هو تمان اللعبة هتطلع على فوق في الصورة هتلاقيه مية تلاتة وخمسين فهنطرح بقى خمسمية من مية تلاتة وخمسين هيدينا كام فهتبقى كام ياولاد تلتمية سبعة وربين تمام انا بوقف الكاميرا وبحسبها تاني على جنب صراحة ارقام كبيرة انتو عملوها على الان لما تتعبوش نفسكم بيعملوها على الان على طول هنعزب نفسنا عليه نبقى هنا تري هندرد فورتي سيفن تمام ونكتب له يوروز زي من هو كاتب العملة بتاعتهم تمام طيب اخر حاجة بقى بيقولي ركاية بوت اكار انا داك رؤيا اشترت عربية وبطة بيقولي ان تمانها خمسين والتانية تمانية وستين فهتبقى كام ستين وخمسمية وعشرة والتمانية فهتبقى مية وطمانتاشر يبقى ونكتب ونكتب تمام طيب تعالوا بقى نشوفوا الصفحة اللي جنبها هنا بيقول ايه هاو متش is the horse هنا بقى بيسالوا على التمن وهي بترد عليه عشان تبقى ايه تعرف تعمل السؤال على هاو متش وترد عليها يعني ان انت عندك هلعب كتير فتعمل السؤال بقى عن كل حاجة من دول هنا بيقولها هاو متش is the horse بكم الحصان طبعا الحصان هنا بكم بمية وعشرة وانا لما نجاوب على هاو متش بقول اتس فور وانقول مية وعشرين وان هندرد ويني باوندس لان هو جايب هنا ال ايه ايه هو ده علمت الجنيل ايه المصري تمام؟ نبقى انت هتعمل على الصف ده كله الصور انت شايف هدي تمام كده تمسك مسلا الدرامز دي هتقول ايه هاو متش is the drums هتقولك مسلا ايه او هنقول اتس فور مسلا هي بكم بمية وسبعين فهنقول 170 pounds تمام؟ طيب تعالا بقى نشوف هنا بيقول ايه هنعد ونكتب وايه ونعمل دايرة بيقولك وائل هاز وائل مع الفلوس دي هنعد احنا الفلوس ونكتبها في المربع ده فهنا عندي 50 plus 20 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1 طبعا احنا هنجمعها عندك خمسين وعشرين تبقى سبعين وخمسة ومعك ثلاثة هنا ثلاثة جنيه تبقى ثمانية وسبعين فهنكتب هنا 78 هتشتري لك ايه من الحاجات دي؟ تعالوا نشوف تمن الطيارة دي كام؟ تمن الطيارة كانت ستين طيب وتمن دانسور دا خمسة وثمانين يبقى مش هينفع طب اليوو تسعين طب الروكت الروكتت خمسة وعشرين فممكن نشتري الطيارة بستين ودي خمسة وعشرين فممكن تشتري لإيه الطيارة تمام؟ طب ممكن تشتري ايه من دول دي؟ ولا دي؟ لا هتشتري لإيه الصاروخ تمام؟ فأنت بتشوف في الاول هشتري ده ولا ده؟ وده ولا ده؟ تمام؟ طيب نشوف بقى هنا بيقول ايه؟ حنان هاز حنان دي معها ايه؟ 20 plus 20 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 عندي هنا عشرين وعشرين 40 وعشرة خمسين وثلاثة تبقى 53 يبقى نكتب 53 تمام؟ هتشتري لك ايه بقى؟ دي ولا دي؟ وبعد كده دي ولا دي؟ فتعال نشوف الحصان بكام؟ بمية وعشرين؟ لا مش هينفع طب الكلب بخمسين ينفع؟ اوه يبقى الفلوس هتكفل ان احنا نشتري الكلب طيب هتشتري الارد ده ولا الطابلاء؟ تعالوا نشوف تمانهم انا عندي الارد هنا بكام؟ 43 والطابلاء بمية وسبعين؟ لا يبقى هتشتري للا ايه المونكي تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف الصفحة اللي وراها هنا بقى اكتبتي على الدرس السادس نحيل اللي بقى أعلي اهو كده بيقول اكتبتي بيقول اكتبتي ساكس اه تمنى على الدرس السادس اللي بقى محمد بتقوله what's the not in china؟ لها the money is the يبقى قالت له ايه هو ايه في الصين لها الفلوس او العملة في الصين كذا يبقى هنا هيدقصني كلمة ايه الموني يبقى هنا هكتب له ايه موني تمام؟ طيب قال لي the money is the في الصين بقى دولار ولا يوان لا ده يوان تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف اللي بعدها بيقول هنا ايه هنختار بيقول what ولا how ولا which much is it قالوا it for one dollar يبقى المسألة much يبقى how much على طول طب هنا what did you buy ولا play ولا make قالوا اي بوتاكايت الله ما احنا قلنا اليو هتتحول ايه والباي هتتحول ايه بوت دي اشتري اما دي اشتراها طيب هنا in France the money is the في فرنسا بقى عملتهم ايه الباوند ولا الدولار ولا اليورو لا ده اليورو يبقى نعمل دير على اليورو تمام؟ طيب هنا اه انت هتشوف بقى تعد انا عندي هنا 20 و 10 و 5 يبقى كام 35 يبقى 35 ولا 25 لا 35 باونس هنا كام 10 دولار مش يورو ده طبعا عن متل ايه الدولار بعد كده ده وان ايه هو مكتوب عندك اهيه وان يوان تمام؟ طيب الصورة اللي بعد كده وان يورو ولا هو وان باوند ده طبعا وان يورو طيب الناحية التانية اولاد بيقول لي ماتشا هنوصل العملة باسمها عندي اول واحدة دولار فين الدولار اهو طبعا بقى نكتب عنده نمبر وان طيب يوان فين اليوان مكتوب عليه اللي لونه الرصاصي ده اهو مكتوب عليه هنا يوان يبقى هنكتب نمبر 2 طيب تلاتة بقى بيقول لي يورو فين علمت اليورو اهو يبقى ده نمبر سري تمام؟ طبعا عمره ما هيجبلك الحاجات دي في المتاحة ويقول لك ده يورو ده باوند ده مش عارفيه لا بس ده معلومات ايه عامة واللي نستفده من الدرس المهاردة ان احنا نعرف نجمع ونترح وازاي اقول كم السعر واقول له انت اشتريت ايه تمام؟ ده اللي انا عايزها من الدرس كله لكن اللامات دي انا مش عايزها في حاجة هنا بقى بيقول لك ايه هنكتب عندي هنا يوان يورو دولار باوند هنا ايه؟ طبعا خلاص عرفنا وهو مكتوب عليها يورو يبقى انا هكتب هنا ايه؟ يورو اي يو ار او كمام؟ وطبعا لازم تحفظ اساميههم يعني تعرف تكتبهم بالانجليش هنا بقى بيقول لي وان ايه؟ مكتوبة هي ميس يوان اهي تمام؟ واشتب عليها يبقى لا دولار ولا باوند هناخدهم هنا بقى بيقول ايه؟ read and answer هنقرأ ونجاوب هنا بيقول لي مونة هزة 250 ايه 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 يبقى احنا عايزين نعرف هي معها كام؟ يبقى هكتب الاول هي معها كام؟ 250 واللعبة دي بكام؟ بتمانين تمام؟ يبقى نطرح 250 من 80 يبقى يدينا مية وسبعين تمام؟ اهي ونكتب ال ايه يبقى هي اللي تبقى معها مية وسبعين جنيه طيب محمد بوت ربط وتعمل وكام 100 ان بول بكام بتويني عايزة نجمع بقى هو دفع كام؟ سهلة جدا يبقى نكتب هنا وهنا يبقى كام 120 أو 120 على طول وبرده هنكتب العلمة بتاع الجنيه المصري اللي هي الايه تمام كده؟ بس يبقى انا عايزك بقى تعرف ازاي تقول الجملة وازاي تطرح وتجمع خلص كده يا رب تكونوا فهمتوها المرة الجاية بقى ان شاء الله الدرس الجاية هناخد اخر درس في الواحدة الاولى وهنحل امتحان بقى على الواحدة الاولى دي اللي هي الواحدة السبع يعني تمام؟ اشوفكم بقى على خير في الفيديو جديد والكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القIDE